في الحجر سلفا يقبعون منذ سنوات عزلة لم تكن طواعية من قبلهم ارغموا عليها حينما لم يكن هناك كورونا وغيره لكن الظرف تغير الآن فالموت المتواصل تحت التعذيب تدق جهات حقوقية ودول ناقوس كارثة إلى جانبه قد تصل إلى الزنازين ومعتقلات نظام الأسد التي يقبع فيها آلاف المعتقلين يستنفر العالم للتصدي للجائحة وبينما تزعج العزلة من التزم منزله خوفا على نفسه تخرج بيانات أممية وحقوقية تدعو إلى عدم نسيان القابعين خلف القطبان وعلى نحو خاص في سوريا لسيما أن الظروف في معتقلات الأسد تعتبر جوا ملائما للانتشار السريع للفيروس ظروف حذرت منها أمريكا ودعت نظام الأسد إلى اتخاذ خطوات دقيقة لحماية مستقبل آلاف المدنيين هل تقارن الظروف التي تتحدث عنها الخارجية الأمريكية مع ما يحصل في معتقلات الأسد؟ ربما من الصعب تطبيق ذلك ناجون كانوا قد وصفوا ما يحصل داخل الزنازين في صدنايا وغيره بالجحيم والذي تحسسته جهات حقوقية أبرزها اللجنة الدولية للصليب الأحمر داعية إلى وقف إطلاق النار في سوريا والسماح بالوصول إلى سجون الأسد اللجنة الدولية طلبت أيضا من نظام الأسد السماح لها بالمساعدة في إجراءات وقائية وتوفير مستلزمات النظافة في تسعة سجون مركزية وإلى جانبها خرجت أصوات من منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش حذرت من كارثة إنسانية كبيرة وخاصة أن رؤساء الأفرع الأمنية لا يقدمون أي رعاية صحية لأمراض أبسط من كورونا ثلاثة أيام مضت لم تخلو من تحذيرات وصول كورونا إلى المعتقلات في سوريا والتي ضمنت أيضا بيانات حديثة للأمم المتحدة والإتلاف السوري المعارض والمجلس النرويجي للاجئين جميعها دعت إلى وقف إطلاق النار وتخوفت من وصول كورونا إلى سجون الأسد وعلى الرغم مما يخرج على العلن فإنها لم تعالج حتى الآن صلب قضية المعتقلين لا سيما أن الحديث يدور على تقديم المستلزمات الطبية للسجون المركزية فقط وهي ثغرة قد يستغلها نظام الأسد في الأيام المقبلة في ظل عدم الكشف عن أعداد المعتقلات وأماكن وجودها وإلى ما هو أبعد من ذلك وفي إطار المراوغة المستمرة ربما يكون مرسوم العفو الجزئي الأخير خدعة اتبعها نظام الأسد استجابة للتحذيرات الأممية والتي وحتى الآن ما تزال حبرا على ورق كانت قد سبقتها دعوات ومطالبات لم تغير في الواقع شيئا نبحث القطاع الصحي في سوريا ونتحدث كم نحن بحاجة من المشافي والأطباء وغيرها لمعالجة الأمراض الموجودة